بينما تتسابق دول العالم بحثاً عن أفضل الطرق لمواجهة وباء كورونا يتسابق المسؤولون في العراق لتحقيق مصالح شخصية وعقد صفقات فساد استغلالاً للأزمة التي تعصف بالبلاد وزير الصحة الحالي حسن التميمي أعلن عن إقرار علاج روسي ضمن البروتوكول العلاجي لمصاب فيروس كورونا في العراق قرار أثار كثيراً من الجدل في أوساط المتخصصين بشأن الهدف من إقرار مثل هذا العلاج فروسيا المنتجة للعلاج تعد من الدول الأكثر تضرراً بالوباء إذ تحتل المركز الثالث عالمياً من حيث عدد المصابين بالفيروس كما أن منظمة الصحة العالمية لم تؤكد كفاءة ذلك العلاج الروسي وإنما أجازت استخدامه في صياق التجارب السريرية لبحث مدى كفاءته وهو الأمر الذي استبقه وزير الصحة بإقرار العلاج ضمن بروتوكول معالجة مصاب كورونا في البلاد حكومة بغداد إذن بحسب مراقبين تجري التجارب السريرية للعلاج الروسي على عشرات الآلاف من المصابين بالفيروس في العراق مخاطرة بحياتهم وما يمكن أن يترتب على ذلك العلاج من آثار جانبية قد تكون مميتة غير بعيد عن ذلك التوجه المعادي للشعب العراقي كشف نواب في البرلمان عن اختفاء كميات كبيرة من المساعدات الطبية التركية للعراق في كاركوك بعد الإعلان رسميا عن استلامها مساعدات تتضمن أجهزة تنفس صناعي وكمامات وبعض الأدوية ومستلزمات الوقاية الشخصية والمختبرية وبحسب المحللين فإن ذلك يكشف عن مدى ما وصل إليه الفاسدون في مواقع السلطة في العراق من إصرار على تحقيق القدر الأكبر من المكاسب والمصالح غير المشروعة ولو كان ذلك مقابل الإضرار بالشعب العراقي وحرمانه من فرصة العلاج في ظل تفشي وباء قاتل مثل كورونا أو مقابل تجريب أدوية لم تثبت كفاءتها أو عدم إضرارها صحيا بمتناوليها من المصابين بالفيروس ما يؤكد أن الشعب العراقي في واد والحكومة في واد آخر